السلام عليكم جاسبخ تكونوا مزياني اليوم ان شاء الله غدي ندير معكم واحد الحلوة او لا واحد القاتو اللي كيكون سهل تقليدي مية في المية حلوة دي الزمان صراحة كيدي بنينة اول حاجة عندي هنا يا 500 قرام دي الزبدة بحرارة المطبخ زلافة سكار زلافة زيت شو زلافة مع مرش بساف عندي هنا يا زبيب اللي در تورطاب هكا في الماء ابخي قطعته قطع صغيرة عندي زنجلان تهو عندي محمر بطبيعة الحال عندي هنا يا اللوز ده هو الطريفات هكا مقطع شوفوا اي مكسرات كانت عندكم اكاج وقرقع اللي بغيتو عندي هنا يا واحد سيكروفاني بالوزن دي الزبعة جرام وعندي واحد اللي فيغشيمي كل خمرة حمرة خمرة دي الحلوة بالوزن دي الزبعة جرام وطابع بانسور اللي غدي نخدم به هنا يا غدي نحاول هكا الزبدة نردها بحرارة المطبخ نحاول هكا ندير فيدي بحلي نسخنها مزيان باش تعطني الطع سفي انا هاد المخصوبة اللي شوية حمي تغيي هكا شي شوية في الميكرواند شي شوية يعني ممبا ان سيكون المهم سفي هكا بقيت نلعب هكا نخدم زبدة جالي مزيان في هاد المول حتى عطتلي الطع أبقي خدي نزيد عليها زلافة جال سانيدة وغدي نزيد عليها هديك سيكروفاني وغدي نخدمها مزيان حتى تولي لي يزع معكم بوماد ونرجعو ان شاء الله سفي هنا يا كما تشوفو زلافة ديال الزيت وغدي نحرك هاد سبتمت سيان حتى تخلط لي مع هاد الزيت ودك الساعات غدي نضيفوا باقي المقادر سفي هنا يا ست المكسرات اللي قد لكم تقدروا تديروا أي مكسرات بغيجوها أبخي هنا غدي نزيد الضقيق تقريبا أنا درت هنا هاد لأمرك هدي جال الفرنسي شما تديروا أي مرك يعني أي ضقيق نوعية مهم نوعية جيدة وتكون جال الحلويات وكتفوا بتدريش تقريبا أنا غدي نضيف ربعات جال زلايف جال لفاغين وغدي نشوف مهم فينا الموغ غدي نقول لكم مش حال هزة اليار تقريبا هزة اليار بعدي اللي في كبار ديال دقيق كما شتقد هدي المهم لديك ستوغ ديال العجينة تكون ماشي ماشي خفيفة وماشي قاسحة يعني إن فكت تلوي كورة هكا في ديكم كتعطيكم الطوع كالدور يعني الطوع يعني كالدور نزيان وصفي وطبعة الحال زناء هذي كليفير الشيمي كدير 11 جرام يعني يجوش خمارات بوزن 7 جرام أولا كتكون هذي كدير 11 جرام صفي بالنسبة للاتكستور ديالو بحال صابلي اكزاكتور صفي هنا يكن ندير كويرات هكا على حسب تقدروا تديروا بالميزان الحجم اللي بغيتوا مثلا اختاروا واحد الحجم يعني اللي نسبكم وديروها بالميزان تقدروا تديروها بتاعينكم بإنزانكم تبقوا هكا المرشم تغمزوا هكا في الدقيق باش هكا يسهل معكم الكورة ومتلسق لكمش في المرشم صفي وكتبقوا تديروا اللولد للكورات ومبعد تبقوا هكا ترشموا هكا الحليبة جالكم وصفي الفران يكون سقون على 10 درجة الفق لتحت أبخي كنخليوهم يطبوا ملجحت ومبعد نحيدو نطلعهم يحمرو شي شوية كاللون ذهبي بتبعة الحال وكنخرجوهم تائما الحلوة جالنا تائما الطياب جالها يكون المهال ويكون اللون اللي بوا زوين صفي وديراكتما خليهم هكا يبردو شي شوية وكنجبو السكر غلاسي وكنمرمدو السكر غلاسي حلاكة صفي وكنحطوهم ما تديروهم شوهما سخونين في السكر غلاسي وصفي وصراحة كيجو بنانين مقرمشين نهشاش فغمو هاد الحلوة هادي كتعجبني بزاف كنتكدير هننا ماما بزاف وعزيزة على قلبي فغمو كتديزوينا اقتصادية وتقليدية وما فيهاش البيض بالنسبة الناس اللي ما كيبغوش البيض سمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتخليوا لياليكم وداء والعراء ديالكم نتلقى ان شاء الله في وصفات اخرى الى اللقاء اشتركوا في القناة